مرحبا ما اكون احمد من الشبكة السورية ودرس جديد من درس سلسلة Life in the UK test. متل ما خبرتكن انه افضل موقع اللي عم نتابعه حاليا هو Life in the UK test web.co.uk وحنبلش نحن ناخد الاكزام زي اللي هنا عبارة عن خمستاشر اكزام. بلشنا بالدرس الاول وحناخد الاكزام test رقم الثاني. طبعا الطريقة اللي نحن نحكي فيها السؤال حنشرح عنه شوي نرجع للفقرة بالاكتاب الاساسي نشرح عنه ونحاول نحكي كل الاسئلة يعني ممكن تجي حولين هاي الفقرة. What's the home secretary responsible for? طبعا what's the home secretary home secretary اللي هي وزارة الداخلية responsible for مسؤولة عن health الصحة, defense, الدفاع, education, التعليم والpolicing اللي هي وضع السياسات طبعا اكيد البوليسينج. Sant Helena is a British overseas territory and it is a part of the United Kingdom. طبعا نحنا حكينا انه ال United Kingdom خلينا بس ناخد صورة. ال United Kingdom او المملكة المتحدة هي عبارة عن اربع دول يلي هنن انجلترا ويلز سكوتلندا ونوردن ايلاند. ثلاث دول منهم بشكل جزيرة واحدة اسمة بريطانيا العظمى وغريت بريتن. يلي هنن سكوتلندا انجلترا ويلز ساو غريت بريتن. وهي نوردن ايلاند يلي هي جزء الشمالي من جزيرة ايرلندا هي تابعة على المملكة المتحدة. اربع دول مع بعض بشكل اليونيتد كينغدوم او المملكة المتحدة. هدول الثلاث دول مع بعض سكوتلندا وانجلترا ويلز يشكلوا شي ما يسمى غريت بريتن. فبتشوفو هن الحاملين الباسبور بيكون مكتوب غريت بريتن اند نوردن ايلاند يعني المملكة المتحدة. فهلا هدول هنن الاربع دول الوحيدين الموجودين بالمملكة المتحدة باقي ما تبقى من الدول قد تكون تابعة بريتش تريتوريز يلي هي متل سانت هلينة. اذا بريتش أوفرسيز تريتوري يلي هي عبارة عن متل تابعة للتاج الملكي بس أوفرسيز بعيدة وراء البحر. هل هي جزء من المملكة المتحدة؟ ليس جزء من المملكة المتحدة. عدة تشارشو في انجلد بيشوبس أسقف من كنيسة انجلترا بيجلسوا بمجلس اللوردات. طب شو هو مجلس اللوردات و شو هو مجلس العموم. خلينا نشوف شوي عن تقسيمة تبع السياسة تبع اليو كاي. طيب. خلينا شوي نحكي بسرعة عنهم. طيب. هلأ اول الشيء يلي هي المؤسسات القضائية أو المؤسسات تبع اليو كاي هي المنوركي يلي هي الملكية أو العيلة الحاكمة العيلة المالكة. البرلمان يلي هو متألف من مجلس العموم. هاوس اوف كومنز و مجلس اللوردات. بعدين في عنا البرايم منستر يلي هو قائد او رئيس مجلس الوزراء. الكابنت يلي هنين الوزراء. الجدس يلي هين القضاة. البوليس يلي هنين شرطة. خدمة المدنية والجوورمنت. هون بل شو رحكو عن الموناركي اللي هي الملكية رح نرجع له بسؤال تاني. النشير الانثيم بيشي اللي هو النشير الوطني. اه وقسم الولاء كمان رح نحكي عنه حاليا. بعدين حيقولوا شو هو السيستم تبع الـ يلي هو نظام الحكم ببريطانيا. نظام الحكم هو عبارة عن برلماني ديمقراطي. وهي مؤسسة المملكة المتحدة مقسمة لبرلمانتري كونستيونسيز. يلي هي مثل مناطق انتخابية. فلي نفترض انت قاعد بالمدينة. فالمنطق اللي قاعد فيها بالمدينة نفترض كانت غلاسجو. فغلاسجو فيها ثلاث مناطق او عدة مناطق انتخابية. ممكن إيست يلي هي المنطقة الشرقية. والويست المنطقة الغربية. والساوث يلي هي المنطقة الجنوبية. وهاتول كلياتون عبارة عن مناطق انتخابية. vraag in general. باجتمع الناس بفترة الانتخابات وبينتخبوا الـ MP او عضو البرلمان المسؤول عنهم بهاي المنطقة. هلا، من كل منطقة انتخابية الاشخاص او الناس اللي عاديين بيصوتوا لممبر أوف برلمانت. بيصوتوا spirituality. لنفترض عن الممبر في برلمانت البرلمان أو يلي بمجلس العموم هو يكافع عضو مجلس الشعب فبصوت هدول الأشخاص للشخص اللي بالمنطقة عنده اللي ينتخبوه عضو بمجلس البرلمان الانتخابات العامة وكل هدول الأشخاص المنتخبين من كل الأماكن يلي موجودة ببريطانيا بشكل شيء اسموها وهو مجلس العموم هلأ أغلبية الأشخاص المنتخبين ضمن مجلس العموم كما هي الحال ينتمون إلى حزب سياسي قد يكون حزب تيريزا مي اللي هو شو كان الحزب طبعا هون كان الرايت، الليفت، حزب العمال، الكونسرفاتيفز أو الاس ام بي سكوتش ناشنال بارتي اللي هو الحزب أكثر انتخابا بسكوتلندا المهم بغض النظر وقد يكون عضاء منتخبين ليس لهم حزب سياسي ليس لهم انتماء إلى حزب سياسي هلأ مين بيشكل الحكومة أو مين بيكون رئيس الوزراء من رئيس الوزراء من أكثر حزب بيحصل على غالبية الأصوات فالحزب اللي بيحصل على الأصوات الغالبية هو اللي بيشكل الحكومة وبيكون منه البرايم منستر أو رئيس الوزراء بالأحيان يلي ما بيصير فيها الحزب يقدر يوصل لهي النسبة ممكن انه يتعاون مع حزب تاني ويعملوا co-alliation اللي هو انه حزبين مع بعض يتفقوا ويتفقوا بيناتهم منها يكون رئيس الحزب ويشكلوا الحكومة هلأ house of commons اللي هو مجلس العموم لنا هو يعد أهم واحد بالبرلمان يعني في عنا مجلس العموم ومجلس اللوردات house of commons وhouse of lords ومجلس العموم بما انه هو السلطة المنتخبة انتخاب ديمقراطي فهي الأهم وهي اللي بتكون أساسية بكل شي مجلس اللوردات يتم تعيينه مجرد تعيين عما عن طريق رئيس الوزراء وبالنهاية الملكة بتعينهم بناء على رئيس الوزراء رح نحكي عنا هلأ البرائم منستر يعني كل غالبية أعضاء مجلس غالبية الوزراء وغالبية عضاء يعني غالبية الوزراء والبرائم منستر اللي هو رئيس الوزراء غالبية هم بيكونوا أعضاء من الميمبرز الف برلمان يعني أعضاء البرلمان وكل شخص منهم بيمثل منطقة انتخابية هلأ شو مهامهم؟ أول الشي إذا أنت عندك مشكلة بمنطقتك يعني طالما أنت عندك مشكلة أي مشكلة كانت ممكن أنك تتوجه لعضاء البرلمان المسؤول عن منطقتك وتشرح له هو ممكن يساعدك وينصحك بهذا الموضوع فهن مهمتهم أن يساعدوا الأشخاص بدوائرهم الانتخابية تاني شغلة أنه يقدروا يسنوا سياسات جديدة فهن بيسنوا سياسات جديدة وبيقدروا أنه يشوفوا شو عم تعمل الحكومة ويحاسبوها ويعلقوا على شو عم تعمل الحكومة ويتناقشوا بالنقاشات المهمة حنشرح شوي عن الهاوس أو فلورز اللي هو مجلس اللوردات مجلس اللوردات أو ما يعرف بالبيرز يعني بالأقران كان أيام زمان بالأيام القديم هو موضوع يورس توريس أنه هذا الشخص يقدر ياخد الموضوع بالوراسة هلأ بـ 58 لحتى سنة 58 شو كانوا كل الأشخاص ياخدوها وراثية ويعني بحسب التايتل تبعه أنه بيكون أبوه هيك فبيقدر أنه هو يصير هيك تاني الشي أنه أعضاء اللوردات قد يكونوا قضاء رفيعين أو قد يكونوا هذا السؤال اللي جوابنا عليه يعني هنا الأسقف بكنيسة إنجلترا تمام؟ هلأ من سنة 1958 شو اللي صار؟ صار بإمكان رئيس الوزراء أنه هو يقترح أسماء بعض الأشخاص لحتى هنن يصيروا بمجلس اللوردات وساعتها بيسموهن بيسموهن يعني أنه أقران للأبد أو هيك شي وهنن لهم دور كتير مهم بالسياسات بالبزنس أو بالشغل بالقضاء وبأي أختصاصات تانية وطالما بيرشحهم رئيس الوزراء يلي بيقوم بتعيينهم هو الملكية عن طريق نصيحة برايم منستر رئيس الوزراء قد يتم ترشيحهم بمين؟ عن قادة الأحزاب التانية أو الأحزاب الرئيسية قادة الحزب يعني رئيس الحزب الفلاني يمكن يرشح فلان يصير بمجلس اللوردات أو قد يكون الوزراء اللوردات يلي هنن جمعيات مستقلة قد ترشيحهم تمام؟ هلأ سنة التسعة وتسعين الأشخاص يلي ورسانين لقب اللورد أباً عن جد ما عد قدروا أنه يعني خلص خسروا سنة التسعة وتسعين قدرتوا أنه يحضروا بشكل تلقائي بمجلس اللوردات و يعني الشغلة أنه هلأ صار اللي بينتخاب يحضر مجلس اللوردات أو يتم ترشيحهم ولي اللي ينتخاب يتم ترشيحه تمام؟ هلأ مين المسؤول عن الحكومة بشكل أكبر أو مرتبط بالحكومة بشكل أكبر؟ الهاوس أوف كومونز مجلس العموم مجلس اللوردات نوعاً ما مستقل شوي شغلته أنه ممكن يقترح تعديلات على القوانين الجديدة اللي تم تسييسها أو يشوف القوانين اللي انوضعت يتأكد أنه هي مناسبة للعمال ويتأكد أنه هي أفضل من مصالح الشعب وفي الهاوس أوف لوردات يعني مجلس الأسياد بيكون في ممكن أنه فيهم قضاء أو أشخاص بروفيشنال أو أشخاص مسؤولين لحتى يقدروا أنه يساعدوا فمجلس لكم العموم هو اللي تم انتخابه مجلس اللوردات يتم تعينه نرجع على السؤال صحيح عدة أساقفة من كنيسة انجلترا يجلسون في مجلس اللوردات هلا when walking your dog in a public place you must ensure لما عم تمشي كلبك بمكان عام يجب عليك أن تتأكد أنه your dog doesn't play with other dogs أنه ما بيلعب مع كلاب تاني لا أنه هو لابس الطوء تبعه يلي بيفرجي الاسم والعنوان لأنه إذا دشر الكلب مو معناته أنه الدنيا داشر هلا النساء فوق عمر الثلاثين تم منحهم خلينا نقول women over the age of 30 were given the right to vote as a result of their contribution towards the war effort which war was it was that يعني النساء اللي عمرهم فوق الثلاثين تم منحهم الحق للتصويت كنتيجة بسبب مساهماتهم الجديرة بالحرب أي حرب كانت هذا الشيء طبعا الحرب العالمية الأولى نتيجة لمؤانستهم ومغازرتهم أمت إيرلندا صارت جمهورية republic when did irland become republic طبعا بعض مننا نحنا بسنة التسعة واربعين بعض من الجمهورية السورية هنا صاروا بسنة التسعة واربعين where did the first farmers come from أيوان وهنا نقاش جميل ولطيف ب بريطانيا خلينا نبلش بشيء اسمه first farmers first farmers يعني المزارعون الأوائل وهذا شوي تاريخي عن تاريخ بريطانيا القديم فهلا early britain بريطانيا القديمة تمام أول الناس يلي عاشوا ممكن يجيكون هيك سؤال بريطانيا هنالhunter gatherers يلي هنالأشخاص الصيادين يلي كانوا عايشين على الصيد أي آنزاك وبهذاك العصر الحجري بالعصر الحجري تمام وآنزاك كانت بريطانيا مرتبطة باليابسة مع أوروبا يعني ما كان في بحر بينات وما في بحر المانش تمام وكانوا في الناس بيروحوا يعني عندهم قطعان من الأحصينة ومن الغزال وهيك اساس السيار وهذا الحكي حصرا انفصلة بريطانيا عن القارة الأوروبية بالتشانل لابوت حوالي عشرة آلاف سنة الماضية هلأ الأشخاص يلي عاشوا بريطانيا وكانوا مزارعين يعني نفترض انه بعصر الحجري كان في أشخاص هنالصيادين هلأ الأشخاص الزارعين يلي يشتغلوا بالزراعة أول الشي وصلوا على بريطانيا من حوالي ستة آلاف سنة وكمان أسلافهم منين جايين من ساوث إيست يوروب من جنوب الشرق أوروبا والشي اللي أنا بعتبره بضحك لأنه الدولة صوتت بريكزيت بهدف انه يطالعوا الساوث إيست يوروبيان انه يطالعوا أشخاص كتير منن صوتوا مشان يطالعوا أشخاص شاي من أوروبا الشرقية بس المزارعين الأوائل من ستة آلاف سنة مثل ما لكم شايفين اجوا من هديك المنطقة هلأ الناشينا الانثم god save the queen can only be played in the presence of the queen يعني شو اسمه النشيد الوطني اللي هو god save the queen لا يحفظ الملكة حصرا يتم أداؤه بوجود الملكة لا false لا ليس من الضروري فقط أداؤه بوجود الملكة خلينا نشوف شو هو شو هو الناشينا الانثم لأنه ممكن يجي سؤال عنه god save our gracious queen long live our noble queen god save the queen send her victorious happy and glorious long ترين over us god save the queen بتكون تحفظون ومشان لم تحان who became the prime minister and was an inspirational leader to the british people during world war 2 مين اللي كان قائد prime minister رئيس الوزراء وقائد ملهم بالحرب العالمية التانية طبعا ما بدأ تفكير Winston Churchill what's the title of the queen's eldest son prince Charles طبعا شو تايتل يعني اللقب the queen's eldest son اللي ابن البكر للملكة prince Charles الامير طبعا هو بسموه prince of Wales prince of Wales خلينا شوي نشوف عن الموناركي الموناركي الملكية طبعا بيجعلنا عدة اسئلة اول الشي الملكة هي الملكة لدول بريطانيا وايضا تعتبر انه الملكة لدول كومون ويلث دول التاج الملكي وبريطانيا تعتبر ملكية دستورية وهذا معنات انه في ملك وفي ملكة بس هنه ما لن علاقة بسن السياسات ما بيدخلوا بهذا الموضوع وشغلتن شغلتن فقط هي ادفايس النصح وورن التحذير وانكرج التشجيع ودائما بيتلاقوا بشكل دائما مع برايم منستر مع رئيس الوزراء لحتى يعملوا هاي الشغلات النصح وهالكلام هلأ السؤال بيجي مهم ايمت كانت الكوين ايمت صارت كوين بسنة الف سعمية وثنين وخمسين بعد وفاة والدها وثنين وخمسين طبعا لسنة 2012 هدول 60 سنة فهدول يعتبروا اليوبيل الألماسي اليوبيل ازا سمعانين فيها يوبيل فضي 25 سنة يوبيل ذهبي 50 سنة ويوبيل الألماسي اللي هو 60 سنة كلمة يوبيل جوبيلي ما بعرف ان الاصل طبعها بس دائما جوبيلي 60 سنة بسنة 2012 كمان هذا بيجي سؤال هلأ حاليا زوجة الملكة هو ابن البكر فهو الأمير تشارلز يلي هو أمير ويلز تحت امرت اي ملك الممالك الأنجلوساكسونية وهي ممالك قديمة بريطانيا في إنجل تريونايت توحدت لحتى تهزم الفايكينج وهذا الشي شوي له علاقة بالتاريخ تبع بريطانيا خلينا نشوفه هلأ الفايكينج الفايكينج نحنا بنعرف انه اذا بتذكروا فيكي فهدول كانوا عايشين بالدول الاسكندنافية اللي هي سويد النرويج وما حولها فهدول came from دينمارك النرويج هدول الأشخاص اجوا من الدينمارك ونرويج وتقريبا حوالي 789 قبل الميلاد بعد الميلاد وبلشوا ياخدوا يعني يعملوا غزواتهم على يعني الساحل الشرقي لحتى ياخدوا البضائع وحتى ياخدوا العبيد وبعدين بلشوا يكونوا مجتمعاتهم الخاصة ويستقروا بشرق إنجلترا وسكوتلندا لذلك كثير من الكلمات موجودة باللغة سواء القالك السكوتلندية أو سواء إنجليزية كثير مفردات مشتقة من الكلمات النورمندية أو الكلمات يلي مو نورمندية أسف الكلمات الفايكينج تمام هلأ وكثير منهم كثير منهم ضلوا بهاي الإيراني تمام وليك كاتبين إنه في في كلمات مثلي كريمسبي وسكنثورب هدول يجو من الكلمات تبعات الفايكينج وبالنهاية ملوك الطواقف الأنجلسكسونية مو طواقف هي ملوك التريبل ترول وثناوز إنجلند أيوة خلينا نشوفها أيوة تمام هلأ هلأ لأي ما تضلوا ومي كميونيتي سنجلسكسون كينغ دوم انجلسكسون يونيت اندر كينغ الفريد العظيم هو اللي وحد القبائل الأنجلسكسونية وقاد زغارات على الفايكينج وهزم تمام وجميع الأحوال يعني كان في كتير غزات الفايكينج تقروا ببريطانيا خصوصي بالشرق وبشمال إنجلترا وبنطقة اسمها دينلاو تمام فمين هو مشان نحفظه كينغ الفريد ده جريت مشان نحفظه نحن الفايكينج مين اللي هزم الفايكينج أو فيكينج نحفظه كينغ الفريد في حرف الف طبعا هذا هنري التامن لا ما لوا علاقة ويليام دي أورنج روبرد بروس ما لوا علاقة روبرد بروس إلو علاقة بهزيم هو قائد سكوتلندي هزم الإنجليز فالفريد بحرف الف بحرف 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 ما بعرف عملوه فيكينج اللي بعد منه هلا وين واس دكارتا ماجنا كرياتد ايمت تم مساوات الكارتا ماجنا أو الميثاق العظيم خلينا نشوف شوي كمان شو هي الكارتا ماجنا ايو في تغييرات تاريخية صارت بالعصور الوسطى قبل العصور الوسطى وما بدايات العصور الوسطى كان الملك هو الكلمة الأولى والأخيرة وما حدا لا بيقدر يقول له ايو لا بيقدر يقول له لا تمام هلا بس بلشت بلش يصير فيه شي شبه البرلمان ايام زمان البرلمان هلا اللي هن مين مستشاري الملك أو الناصحين او الاشخاص اللي هن عندهم النبالة أو النبلاء أو زعماء الكنيسة تمام هلا ما كان في يعني ما كان في غير يعني حدود ضغيلة جدا للملك أو لقوة الملك لحتى سنة الالفين وخمستاش الف وميتين وخمستاش الف وميتين وخمستاش تناش خمستاش كانت سلطة الملك شبه مطلقة هلا بهديك السنة شو صار الملك جون اجبروه النبلاء انه يتفع انه يوافع على عدة شروط طبعا لانه النبلاء كان عندهم الفلاحين وإقطاعيين وكان عندهم مصاري وعندهم نفوذ وعندهم ناس فقدروا انه يلغطوا على الملك آنزاك مشان حتى يوقعوا ورقة بحقوقهم قلهم يعني انه الملك مو بس هو المستأثر بكل الصلاحيات كمان نحن اللحقوق وسموها ماجنا كارتا يلي هي جريت شارتر يعني الميثاق العظيم تمام وشو هي معناتها انه الملك ايضا يخضع للقانون يعني ملك انت فوق القانون زي ايام زي ما بالقرون الوسطى اكتشفوا هذا الشي وهذا يعني بيحمي بيحمي حقوق النبالة والاشخاص النبيلين وبيحد من صلاحيات الملك تمام وما بيقدر يخلي انه يفرض ضرائب متل ما بده او حتى انه يعمل تغيير بالقوانين واذا قرر الملك انه ياخد قرار لازم يستعين بنصح النبلاء فبأي سنة بسنة الـ2115 هذا الشي صار بالعصور الوسطى نوردرون ايلند هاتس اون بانك نوت يعني في عندها عملتها النقدية الخاصة فيها وفيك تستخدم هاي العملية وتصالح الاستخدام بكل مكان في المملكة المتحدة نظريا ترو بس حتى اذا رحت بعملة اسكوتلندية على انجلترا تلاقي ناس ممكن ما يقبلوه منك طبعا قطعا اذا ترغض فيها لبرة لبرة البلد ما رح يعتبروها عملة نظامية اي واحد من المسرحيات التالية كتبها وليام شكسبير فهي هذا القسم هو عبارة عن الثقافة والبليز او المسرحيات ياللي انكتبت بعصور النهضة الفنية هلا في عنا خلينا نحكي شوي جين اوستن جين اوستن هي عبارة عن عن كاتبة انجليزية كتبت شي اسمه pride and prejudice pride and prejudice و sense and sensibility sense and sensibility كمان كلها تكون سمعانين باسم شارز ديكنز يلي هو كاتب صاحب رواية اوليفر تويست مبارس شايفين افلام او great expectations great expectations هلا بجميع الاحوال pride and prejudice لمين لجين اوستن sense and sensibility لجين اوستن great expectations لمين لريتشارد دوكنز معناتها midsummer night stream يلي هي حلم night stream midsummer حلم ليلة نص الصيف اذا بدك ترجمة هيك هيك عاتبها شاكس بير اكيد ما رح يجيبو لكم روميا و جليت اتمنى انه يجيبو لكم هيك سؤال بس اسهل how many members does a jury have in England Wales and Northern Ireland شو هنن اعضاء الجيوري اللي هي هي هيئة المحلفين have in England بإنجلترا وويلز وبي ايرلندا الشمالية طبعا شو هنن اعضاء المحلفين هذا الشي بيرجع للتأسيم للتأسيم السياسي خلونا نشوف شو هو خلينا نشوف شو الجيوري طبعا في عد السلطة القضائية بتتألف من مثلا محاكم كريمينال يلي هي محاكم الجنائية magistrates and justice of the peace courts يعني magistrates هي شو كانت كلمة magistrates يعني كمان على القضاة يعني محكمة القضاة magistrates magistrates and justice of peace هلأ شوفوا ليش بتختلف الأسماء شوي بسبب اختلاف الدول فعندنا بإنجلترا وويلز ونوردن ايرلند minor criminal cases القضايا الجنائية الصغيرة لوين بيروحوا لعند magistrates court يعني يعني مثل محكمة القضاة بسكوتلندا الجنحات أو الشغلات الصغيرة لوين بتروح لشي اسمها محكمة justice of peace يعني محكمة السلم محكمة السلم يمكن هي معقولة يكون اسمها محكمة الصلح بجميع الأحوال justice of peace بالنسبة للماجسترات and justice of peace يلي هنن القضاة أو تبعت محكمة الصلح قضاة محكمة الصلح من هنن members of the local community هنن أعضاء من المجتمع بإنجلترا أو بويلز سكوتلندا يعني ما في نوردن آيلند عادة بيشتغلوا unpaid وما في داعي إنه يكون في مؤهلات قانونية هنن بيشتغلوا شغل تطوعي تمام بس بياخدوا تدريب لحتى يساووا هذا الشي وهذا التدريب بيقدم لهم شخص من هو ال قانونية هلا هدول الأشخاص القضاة يلي بيجوا مدربين لسوا قضاة نظاميين عبارة عن أشخاص متطوعين بياخدوا تدريب بهذا الموضوع وبعدين بيشوفوا القضية قدامهم وممكن يعطوا وبيعطوا بالنهاية رأيهم فيها وإذا لقوا إنه الشخص مزنيب بيعطوا الحكم تبعه بإرلندا بإرلندا الشمالية هدول الشي اسمه الجنحات مثل ما بيقولوا بيشوفهم district judge أو القاضي تبع district قاضي الناحية تمام أو deputy district judge أو قائد الناحية يلي هو deputy المسؤول وهاد بيكون شخص مؤهل قانونيا ومدفوع إلو مدفوع إلو يعني مشتغل مو ببلاش برأي هيك أصبط ما بعرف ليش هلأ في شي اسمه crown course يلي هي محاكم التاج أو sheriff course محاكم الشرف هلأ هون هاي بقاية اللي في الجوري عضاء هيئة المحلفين كل اللي بتكون تعرفوا إنه عدا سكوتلندا يلي هن وإيرلندا الشمالية عندهم عضاء هيئة المحلفين هن 12 وبيقصدروا بينظروا بالحكم وبيقصدروا إذا المتهم مزنيب أو غير مزنيب أما بسكوتلندا فهن عضاء خمس عشر وبيمثلوا قدام القاضي فالسؤال هو كم شخص بعضاء هيئة المحلفين بإنجلترا وويلز ون آيرلندا 12 في حال سكوتلندا 15 which two of the following religious communities celebrate ديو فهي الأعياد الأعياد الدينية فمن أحد الأعياد هو الديوالي يلي بيعرف رفقاته هندوس أو حنود بيحتفلوا فيها وأيضا السيخ بيحتفلوا فيها بس خلينا نشوف شو هي الأعياد الرسمية ندور على كلمة الديوالي لنشوف شو هي الأعياد الرسمية هلأ الديوالي موجود غالبا بأكتوبر عشر وإدعش هذا يلي عم يجي آخر خمس سنين تمام وفيه احتفالات بيحتفلوا فيه الهندوس والسيخ بينما الهنوكا الهنوكا يلي هو عطت اليهود بيحتفلوا فيه ب 8 أيام إما بنوفمبر أو ديسمبر شهر 11 أو 12 وهو عبارة عن 8 أيام بيضووا فيها 8 شموع وبيذكروا قصة خروج بني إسرائيل من مصر ويعني بيشعلوا شيء اسمه المينورة يلي هو عبارة عن شموع عيد الفتر بيعرفوا المسلمين يلي هو عبارة عن بعض صيام شهر رمضان عيد الأضحاء يلي هو عند الحج عند المسلمين وفي شيء اسمه فيساخي ما في داعي تحفظ منه غير أنه آخريته ساخي فهو عيد للأشخاص السيخ وشي تاني يلي هو بداية السنة نيو يير هو بداية السنة هذا فالنتين 14 شباط يلي هو عيد الحب أبرلز فولز يعني مثل كسبة نيسان كمان بواحد أبريل ماترين سندي أو عيد الأم هو طبعا نحن عنا تذكروا بواحد وعشرين آدار بس هون بريطانيا is the sunday three weeks before easter يعني قبل عيد الفصح ثلاث أسابيع الأحد لقبل ثلاث أسابيع من عيد الفصح عيد الفصح بيجي بالأحد كان وساعت هذا عيد الأم عيد الأب متفاجئ إنه عندهم هون هو الأحد الثالث بيجون شهر ستة فالأحد الثالث بيجون هلأ بالنسبة لعيد الأم تذكروا إنه الثالث أحد قبل الفصح بينما الأب هو الثالث أحد بعد ما يبلش شهر ستة والهالوين هو آخر يوم بشهر عشرة الهالوين هو آخر يوم بشهر عشرة هلأ البونفاير نايت اللي هي ما بعض شايفين فيلم V for Vendetta بس Remember Remember The Fifth Of November فهو يوم خمسة نوفمبر ويلي يعتبر هو عيد الاستقلال نوع ما هم بعملوا في حفلة الألعاب النارية و Remembrance Day يلي هو مثل يوم الذكرى تبع الأشخاص يلي توفوه نعم يحاربوا فهو 11 November 11 11 هو Remembrance Day هاي مرأنا على كل العياد هلا السمع يصدق هلا شو هي Good Friday أو هي الجمعة العظيمة طبعا الجمعة العظيمة بديان المسيحية هي اليوم اللي توفى في Jesus Christ المسيح سيد المسيح توفى بالجمعة العظيمة سان سان باتريك سدي حكينا نحنا بالفيديو السابق عن أنه الأربع دول الموجودة ببريطانيا أربع أشخاص أو أربع قديسين هلا سألنا سان باتريك هو عبارة عن Northern Island وصحيح هذا الكلام سانت أندرو لسكوتلند سانت ديفيد لويلز وسانت جورج هو لإنجلترا أيمت كان آخر اشتياح ناجح سكسسفل لبريطانيا ولي كان بحدوث ستة وستين مين مين which was the last سكسسفل foreign invasion of Britain that took place in 1066 من هن الأشخاص اللي احتلوا بريطانيا بهذاك الفترة وطبعا آخر اشتياح كان عن طريق القبائل النورماندية بالشمال الفرنسي احتلوا بالالف وستة وستين ووصلوا لعند ويلز وقدروا انه ياخدوا ويلز وبالنهاية الويلزيين ردوا بعثوهم اتحاربوا مع السكوتلنديين بس ما أدروا عسكوتلنديين أساسا كتير بعيدة سكوتلندا وبالنهاية هذا الاحتلال لإنجلترا سبب اندماج ثقافي كبير تغيير باللغة ونتج عنه الشكل تبع اللغة الانجليزية الحالي يلي تضمن فيها كتير كلمات فرنسية فهو الاشتياح النورمندي الاشتياح النورمندي كم معروضين هنيك شو هي الرياضة يلي فيكن تشوفوا آثارة بالقرن الخامس عشر بسكوتلندا شغلة سهلة بسكوتلندا معروف انه في كتير ملاعب خضرة للغولف وتخيلوا انه فينا نشوف آثارة من قرن الخامس عشر نعم غولف ترامب عنده كزا ملعب غولف بسكوتلندا who was the first person in England to print books using printing press printing press يعني هي الطباع انه يجيبو وراء ويحبروها موراء يعني متل ما كان محفورة عليها ويحبروها وبعدين طقوها على الوراء دغري تطبع فمين هاد المشخو مين هو اول شخص استخدمها print books بكل بريطانيا ويليام كاكستون كاكستون شو نحفظها printing press كاكستون خلينا ندور على اسمه شغلة كاكستون شو نحكي فيه طبعا هذا الحكي كان بسنة 1400 تقريبا وكان فيه شخص اسمه جيفري كاوسر او تشوسر هيك شغلة كان عم يكتب قصائد واحدة من القصائد تبعه كانوا اشخاص عم يروحوا على مدينة كانتربري مشان يعملوا حجة هنيك تمام وهنيك هدول الاشخاص اللي اجتمعوا مع بعض اللي يعملوا الحج بلا شو يحكوا قصصهم ورواياتهم واخبارهم وسموها كانتربري تيلز يلي هي حكاية كانتربري فكان هذا اول كتاب طبع عن طريق وليام كاكستون هو اول شخص بيستخدم الطباعة اللي بيسموها برينتينج برس يلي هي الطباعة بتضغط او شي تمام اللي بعد منه ما ينري اللي هي الجنحات بإنجلترا وويلز ونورذن آيرلند شو هي الكورت نحن نسميه ماجسترات محكمة القضاة اما باسكوتلندا اسمه justice of peace اخر واحد طبعا شو طور هاد الشخص هلا حسهلكن ياها نص اسمه لوجي نحن بنلفظها تلي في جي مو بالكتابة باللفز تلي في جين تلفزيون شخص اسمه جون لجي بعد سكوتلندي شو طور طور التلفزيون فنحفظها اللوجي تلي في جي وهكذا نكون خلصنا درس اليوم وبالتوفيق شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة